حياكم الله، أنا طارق الجاسر و راح أستعرض معاكم Honor Magic 5 Pro هذا الحاتف اللي يعتبر من الفئة الراقية الفاخرة و الفلاكشيب لشركة Honor شركة Honor نعرف تاريخها سابقا كانت شركة يعني تابعة لشركة واوي انفصلت لكن ما زالت الابتكارات اللي فيها يعني ابتكارات و طبعا مواصفات و محافظة على الارث اللي كان سابقا معاها خلونا نبدأ في استعراض محتويات الصندوق و بعدها نبدأ ندخل نتكلم عن مواصفات الهاتف أول شيء يجي عندنا في العلبة الـ USB Type-C للشحن و نقل البيانات و عندنا رأس الشاحن بقدرة 66 واط سرعة عالية جدا في الشحن و ممكن تتفوق على طبعا فترات الشحن القصيرة يعني 66 و نحن ممكن نتكلم في أقل من ساعة ممكن الهاتف يوصل إلى فل في الشحن هنا استعرضنا محتويات الصندوق طبعا يجي دبوس استخراج الشريحة و كتيب التعليمات و عندنا كفر بلاستيكي للحماية هذا عشان يكون حوالين الهاتف شكل الهاتف الخارجي يعني كأنه مرأة و عندنا الايقونة أو الحلقة اللي موجود فيها كاميرات التصوير ثلاث كاميرات التصوير مع كاميرات ليزر و عندنا بالأسفل اثنين من الفلاشات المدمجة فلاش باللون الأصفر واللون الأبيض و هذا اللونين تعطينا أكثر كلون طبيعي مثل يعني محاكات لإضاءة الشمس نيجي أول شيء للشاشة لو تشوفون كيف الشكل جميل فعلا الشكل اللي يقرب و يبتعد طبعا هذه شاشة توقف أو نسميها شاشة الاستعداد في الهاتف يعني حجم الشاشة هذا هو 6.8 من البوصة حجم جميل شوفوا شكله كيف بيدي عندنا الكاميرات من الخلف الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل أما من ناحية المواصفات الأخرى مثل الرام فالهاتف بيتوفر فيه 8 جيجا بايت أو 12 جيجا بايت للرام مساحة تخزين 128-256 أما البطارية وهو الأهم في عتاد أي هاتف و دائما نبحث عن بطارية كبيرة فالبطارية 5100 ميلي أمبير حجم كبير يعني بالراحة إذا استخدامك معتدل أو متوسط فممكن يكفيك ما بين يوم ونصف إلى يومين إذا استخدامك فقط واتساب وتقرأ شوي من تويتر وتصفح وإيميل وشوي مكالمات فممكن يجلس معاك يومين وأكثر الهاتف مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68 يعني إلى متر ونصف لمدة نصف ساعة أما من ناحية الشرائح اللي هي سيم كارد فهو يدعم شريحتين سيم كارد أو شريحة سيم كارد وشريحة e-SIM المدمجة طبعا هواتف وشركة أونر معتمدة لدى جوجل فهو يدعم كافة خدمات جوجل من متجر التطبيقات وأيضا كافة التطبيقات اللي موجودة الشاشة اللي أمامكم تدعم معدل تحديث البيانات 120 هيرتز هذه فيها سرعة عالية في تحديث الشاشة مناسبة جدا لنشاهدة مقاطع الفيديو أو الأفلام لأيضا الألعاب طالما الهاتف 8 جيجا بايت و 12 جيجا بايت في الرام فهو عنده قدرة عالية في التحمل وأيضا إعطاءك مخرجات عالية في الجيمينغ في السرعة في تحديث البيانات الهاتف يجي بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Generation 2 بمعمارية 4 نانو متر أما معالج الرسوميات واللي عنده القدرة في اللعب هو Adreno 740 نظام التشغيل أندرويد 13 بواجهة Magic OS 7.1 والآن نتكلم عن تجربتي في الكاميرات راح أستعرض لكم في الشاشة الآن مقاطع الفيديو وصور سواء استخدمت في الصور أو الكاميرا الخلفية أو الكاميرا الأمامية السيلفي ورح أذكر لكم أيضا الكاميرات عندنا 50 ميجا بيكسل 50 ميجا بيكسل 50 ميجا بيكسل أما الكاميرا الأمامية فهي 12 ميجا بيكسل طبعا تدعم لنا كثير من الخصائص مثل HDR10 عندنا يصور إلى 4K العدسة الواسعة عندنا التقريب كثير من السيناريوهات اللي تم استخدام فيها الكاميرا وكل المخرجات اللي تم استعراضها ما تم التعديل عليها أبدا سواء تصوير النهار أو الليل وغيرها فأنا حرصت جدا أني أظهر لكم الصور على حقيقتها كما هي من العاتف الشاحن شفناه في العلبة 66 واط أما في الوايرلس فيدعم 55 واط وأيضا ممكن تشحن ساعتك أو سماعتك من الهاتف فهو يدعم الريفيرس شارجينج أو الشحن العكسي وبقدرة 5 واط المستشعرات فالهاتف موجود في بصمة بأسفل الشاشة لبصمة الأصبع بالإضافة إلى الجيروسكوب اللي يحبون بعض الألعاب اللي تعتمد على التوازن وحركة الهاتف طبعا فيه البوصلة، التسارع، التقارب لما يجيك اتصال وتقرب الهاتف لإذنك أول ما يطفى اعرف أنه فيه مستشعر التقارب وبكذا أكون تكلمت عن أهم المواصفات والمميزات لهاتف Honor Magic 5 Pro أتمنى إن شاء الله أنه أعجبتكم هذه المراجعة وألتقيكم في مراجعة أخرى بس يا ريت فضلا أنكم تشرفوني بالقناة بالضغط على زر الإشتراك وضغط أيضا على زر الإعجاب وشاركوا المقطع مع أصدقائكم وأحبابكم حتى يتعرفوا على هذا الهاتف الجميل ألتقيكم في مراجعة أخرى في أمان الله اشتركوا في القناة